إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه وسلم أهلا بكم مشاهدين كوراة سلطة البيت النهاردة باعمل معكم الجبنة المضرلة في البيت من الجبنة الأريش حاجة سهلة 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 يعني تحفة جدا بالله نتيجة الجبنة روعة 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 مشاهدين build جميلة جدا يعني من جبن الأريش بس يعني ممكوناين اتنين بس عملناهم عملنا الجبن المضرلة حاجة تحفة تحفة يا رب كده ايه تدعموا لي بلايك واشفة وإشارة وستكمنوا مع الفيديو الآخر واتكتشفة الطريقة اللي أنا عملت بهها ايه كتاب نهاية جبن الأريش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مشاهدين قناة ستة البيت. النهاردة بقى هشاركك في فيديو معكم جميل جدا. ما شاء الله لكو تايلة بالله. هعملكم جبنة مزارلة من الجبنة القريش دي. حاجة سهلة جدا. وحاجة يعني مضمونة في بيتنا وحاجة جميلة جدا. ما شاء الله لكو تايلة بالله. الجبنة القريش دي هنحولها لجبنة مزارلة. يعني يعني هو كيلو جبن قريش. ومعاية معلقة آآ آآ كربوناتو. بس هو ده كل المكونات. هنحول الجبنة دلوقتي قدامكم. من جبن قريش لجبنة مزارلة. معاية حالة هيت. هنزل فيها الجبنة القريش بتاعتي. ان شاء الله لكو تايلة بلعب. ايو كمية جبنة عايزيني عامللة هنعاملينها بس. عزواتي عامل بزوتي بعزقوه. حوالي كيلو. ان شاء الله لكو تايلة بلعب. هنفك بجبنة كده على الولعة كده بالراحة. كلها هفسحها وتبقى جميلة جدا دلوقتي. ان شاء الله لكو تايلة بلعب. الحاجة بلعبتنا كده بتبقى جميلة جدا بالذات لما نعملها بعدنا كده. بتبقى جميلة جدا. احسن من بنشتريها يعني على طول كده هنزل خلاصة. ان شاء الله لكو تايلة ماء اللي معالات الكربولات هنحطها ايه? على الجبنة. اي دينا في الجبنة منصبهاش خلاص بقى. عشان ما تتحروقش ولا يحصلها اي حاجة. كمان ما تتحروقش ماء ولا اي حاجة فمشتريفين اي حاجة مشتريفين لالجبنة. فقدنا فيها على طول ما نصبهاش. ان شاء الله لكو تايلة موسيقى 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 بدأت تجيرنا تسرد اللبن اللي فيها بدأت تسرد اللبن اللي فيها حتى باكمنا كده مشاء الله 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 جلنا القرش تحولت ازاي ساحة خالص عامل ازاي كده كلها ساحة معنا وبدأت تسرد اللبن الزيادة اللي فيها ان شاء الله هتتحول و هتبقى جبنى مصدره اللي جميلة جدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خاطئنا بالنهاية. حاجة روعة روعة روعة. سبحان الله. جبنا الاريش اتحاولت لجبنا المزارل. حاجة جميلة جدا. والطعم تحفى جدا ما شاء الله. لو عايزين ندعم للطعم احسن من كده كمان نزوت له اللبن اللي هو البودر. هيددره طعم اكوى واكوى. كل ما ده وبتتقل اكتر في ايضايا ازاي. مش عايز اضغط عليكم الفيديو بس عشان نشوف كل المراحل بتاعتها ازاي. حاجة جميلة جدا. انتجة جميلة شاء الله. كل ما بالف فيها بتتقل اكتر واكتر. اهم حاجة قدنا في قلبها ما تسبهايش لو سبناها هتتحروق من تحت هتتلسع ومش تبقى كويسة ايدي فاهم ساعة ما حطيت الجبنة خالص ويا لسا حقيتها ايدي فاهم ما سبتهاش ورا سانية بس النتيجة بتاعتها روعة جدا بس يا لسا في المرحلة ديت لسا بتستوي لحد ما تلم كده كتلة واحدة يبقى كده بستوي وجميلة جدا خلق لبنه كده ديتنا في المحلطة جدا هصف كل لبن هزياده وهكمل برضه اصف كل اللبن هزياده وهكمل برضه اصف كل اللبن هزياده وادي برضه في الجبنة لحد ما تستوي كل اللبن هزياده يفضل هذا طبعا نرميه طبعا سوف نعمل بمعجنات حاجة ستبقى طوحفة جدا ما شاء الله متر مش خالص. كل اللي اللي فيها يشيره خالص بك. بو ابر. دمنا ملزي. شاء الله رفو بيبنى بيبنى. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة